اشتركوا في القناة 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 بترجاك تسامحني بعدك إني ما بقشيك فيك مرة تانية أبداً لو شو ما صار اشتركوا في القناة أهلين بهي قولي لي عملك الجهدك ويجيب جمال مشان يتغدى بالبيت خلينا نخلص من القصة بسرعة لكيف بتشيبوه؟ جمال مهم بالمستشفى مع ابنه المهم تجيبوه معك غانيم لاقي طريقة يا بهي ما رح أقدير مو هالمرة ما رح أقدير أعملها السلام عليكم شو الشغل اللي ما رح تقدر تعمله عزت الله يخليك استعجل استعجل أكتر من هيك يا رب تحمي الله الولاد ساعدوا اندخيل اسمك لا تضرون خلص ملك رح انلحقون الولاد ان شاء الله شوفي شو صار من شهر الدولاب يا الله على هالحظ هلأ وقتها رح انزل غير ولا تشغلي بالك انت هه هلأ وقتك انت ايه وينهم ماني شايف حدا يا آغا قابل ما تصل بسواني هنه مشيو اخ منك يا رشيد مشيو قابلك مشوي عمقلك ها ها ليكم عزت آغا ليكم الحمد لله على سلامتكن يا آغا شكرا خير ان شاء الله بنشر الدولاب ايه بنشر بس اندو شو عم تعمله هون هلأ اتركنا من هالمواضيع طلعوا بسيارتي لوصلكن لمحل ما بدكن تعالي منك يلا علي قال لي لا تنطرنع الفاضي لانه شغله مع الدكتور رح يطول شوي فقلت لأمره على الخان وشوفك ايه منيح انك اجيت مستحيل يكون ليصار صدفة انه نشوف علي مرمي على ضفة النار قال له طلطة فيني وخلاني يلاقي ابني مشان ارجع وكون مع عائلتي من جديد اليوم انا معهم كلهم وجنبهم واليوم انا مع اخي كمان بحي عاملي اكلي بتحبها وحبي نتغدى سوا مثل ما بدك منتغدى وبعدين برجع على المشفى شغله كلها شغل التار ومشان هيك ملاحقينهم للولاد نشفين راسهم حتى لو كان ولد صغير رح ياخدوا التار حتى لو كان ولد صغير رح ياخدوا التار إن شاء الله بنتي رفيف ما يصير عليها الشي أنا ما عم ستقدشك واحد أنا نيازة لم يمعقول الثلاثة أولاد حياتهم بخطر والثلاثة أرواحهم غالية كتير أيضاً ليك حتى ولو ما رضيت ترجع تحكي معي أنا رح كون جنبك وحواليك طول الوقت ورح كون رفقتك كمان خلص انسى بقى وسامحني جرك نحن رح ناخد رفيف ونروح من هون هالمكان مو خرجنا يعني سامحتني ونسمو هيك؟ تمام معناها يلا قوم ما رح تسأليني إلى وين رايحين؟ لا أنا واثقة فيك لأني رفيف؟ شو بك اختشوفي؟ لا يكون هداك الزلم يرجع مد إيده عليكي طيب حدا من الولاد ضايئك؟ عملتك؟ اتحكي لك أين رح يونس؟ طيب رفيف ما فهمت شو عملوا خلينا نرجع المخيم وهنيك بتوارجينا شو في لا هدون الناس يلي ممنح لقونا هون هن شو يعني لرجال يلاحقيننا مشا مسئلة التار ما هيك لازم نمشي من هون فورا خلونا نروح باتجاه الطريق يلا امشوا غانم انت ما كنتم رؤى عالقصر وقت الغداء اللي خير عم يحاول انه يذكرني بحاله امي امشي هنتذكر ايام زمان وشكله حبيب يرجع اعداتنا سوا ايم شوفة لبهي امي لان نجحت باهي باهي لا تعمليه خلينا ننسى هالقصة بقى بلا سخافتك غانم اشتغلنا وتعبنا وما ضل إلا 인نفز هذا هو صحنه بتحب داخد له يا بإيدك؟ به هي إذا جاهزين خليني أخذ لصحون أنا رح أخذ لصحون اللي عصينيه يلا وإنتي خذي صح لجوزك هيك أحسب بكرة بيقوله ومرته وسممته بإيدها يا بهي ما بيصير هيك؟ إنتي قوي قلبك شوي ترك الموضوع علي في أي شي تاني بدك تخديه على السفرة؟ شكراً كل شي تمام خالص بس مدام إجيتي أنت خديهات بإيدك على السفرة أنا رح روح على الحمام وقل حقك بعدين أي معلوم روحي لكن رح حط شوي تفلفل أحمر مع ناتا أي بتعاملي مع نوف؟ لك كيف بدي يمسك حالي قدام هالأكلة؟ تفكي تفكي ياريسر ترجمة نانسي قنقر تكون هناك زهرة وأخيراً أنسي ملك الحمد للقينا معلم رح تقدر تقوّس يونس من هالمسافة؟ بركس بتوحدة من البنات ما ننفارقين معي البنات ترجمة نانسي قنقر قلش ترجمة نانسي قنقر يونس 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 سكيما لك أهلا عنا شخص متصاوب بدنا سيارة إصعاف سجل العنوان لو سمحت استحمل يونس انت رح تعيش و رح تكمل حياتك اكيد خليك قوي و لا تموت يونس استحمل الله يخليك لا تتدايق ابدا لانك روحتهم من ايدك اغا وين بدا يروحوا يعني اكيد الشرطة بكرا رح تمسكهم ان شاء الله المهم هلا ما يكونوا حقا اغايتهم ان شاء الله ما رح يصر له شي بس يونس حالته ما بتطمم بالمرة يا رب دخيلك بترجاك تساعدنا دخيلك لا تخلي يونس يموت هو كتير مني حاشته كل اللي صار فيه يا رب تكون معه وتحمي اغا 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 احنا شو بنعمل هلها هاي اللي ولا تلتقوا والشرطة عم بتدور عالاخوات ليك يعني نحنا مالنا شغل نمشي ليش مين ماسكك يلا نهلع روح لوين ما بدك طول بالك شوي هذا هو سيدي شو هاده اللي عم يصيرهم فاهمني هدول الولاد باي حق جايبهم وعمتشغلهم هون اه سيدي نحنا فتشنا الخيمتين الولاد تقريبا كلهم صغار بالعمر واغلبهم مرضى وبحاجة رعاية سيدي صدقني هنن اجوا لعندي وترجوني وكان بدهم مكان ليناموا وانا شفقت عليهم وخليتهم عندي بشو غلطت يا سيدي شفقت عليهم قلت لي ما هيك ولهيك حضرتك مشغلهم وتاركهم بلا اكل واكيد كانوا رح يموتوا من البرد بس يا سيدي الا بالمغفر بتحكي اللي عندك يلا خدوا منه الشي الو بابا لاقينا رفيف ايه مظبوط لتقهت قول لستي لورين خلص تتطمن اليوم المسا رفيف بتكون عنده يعاني عليك امي العدنان رفيف صارت معه والمسا رح يرجعه على البيت اخيرا خبر حلو اصلا ابني عدنان ما في شي بيصعب عليه بالمرة يوبرني ابن كيرمان ايه طيب ماشي لك نلمسا ما نشوفه ماشي ايه اغا لوين هلأ لك انت لساتك هون اغا انا اجيت معك يفدك يعني روح اتركك لحالك انا اليوم مشغول كتير ما نيراجع معك اغا لك ما نيناقصك روح من خلقتي طيب رفيف رح ترجعه على الاسر معك شو يا طلعت بتفهم فاجأتني والله يعني ما نغبي مثل ما نبين عليك رشيد اغا يا الله شو بدي اعمل انا شفتي امي لسه ما حكيتي عدنان ما استنى دقيقة راح دغري ولقى رفيف ايه هيك ها؟ واخيرا لو ما لقاها كانت توسخ اسم عيلتنا ما بكفينا انه سيرتنا طول الوقت على لسان الناس عدنان كلمتك عنده ما بصير تنتين ايه لكا؟ اصلا وقت الجد الواحد بيبين شو معدنه الحقيقي ما راح تجيبي صحن جوزك زمرو؟ راح تجيبو نيفين ايما شوفه شكرا إليك مرتاخي نيفين اكلتي من هذا الصحن؟ بسرعة قوليلي اكلتي منه؟ امي شوفي شو لصة؟ اكلتي ولا لا؟ ايه أكلت منه لأمتين؟ ما قدرت امسك حالي امي تحركي لشوف تعالي بسرعة يلا تعالي سعجلي تحركي تحركي يا الله يلا بسرعة امشي باي عالحمام لك امي شو صر لك ليش اخدتيني هلا عالحمام فهميني؟ لازم تستفرغي كل اللي اكلتي لك ليش اتسرغه؟ سرعة سرعة لأنه الفطر اللي اكلتي هلا مسمو اه ليش السم؟ طلع يلا بسرعة تحركي يلا عالحمام بسرعة عزت وينو يونس هلا؟ دخلو على العملية اتصلت بامو وخبرتها بس ما قلت لها شو صاير مشان ما خوفها فهمت لها حالة وقالت انها جاي في هورا والدكتور شو قالك طيب؟ جرحه خطير يعني؟ لهلأ ما قال بس ممكن يحتاجوا لدم انا منهلأ بلاش تدور واسأل بعدد خبر لأكتر من حدا بعرفه وعن بستنى ليش شو هي زمرت دمو؟ مشكلين وصعب تلتقى زمرت دمو قوسل بي كيف؟ محلولة لك انا زمرت دمي مثلا رح خبر الممرضات مشان يسحبوا مني دم كتير منيح رحي خبريهم فورا وانا كمان راحي مشان إجراءات الدخول وهي القصص رح رح وخلص الأمور وارجع دغري تمام ماشي برجع يا بنات انتو انتظروني هون ماشي ما بتأخر عليكم ماشي أنسي ملك ولا يهمك انتي لا تقلقي اختي لا تروحي بتتركيني لحالي احباك كتير وانا كمان بحبك كتير حبيبتي وما لحق تفرح فيكي منيح بعد ما رجعتي حكيتي آسفة كتير يلا خلينا أنا وياكي ندعيله ليونس كمال يقوم من مرضه بتاعي أغا أغا بس لحظة لو سمحت سمعني شوي وخليني يقول اللي عندي هاتلا شوف شو بدك دول ليك سمعني بتعرف يعني علي وزهرة لستاتهم متجوزين وزهرة رضيانة تبقى عنده ايه ايه ليك أغا أنا اللي بقصده انه لو بتحكي مع الست لورين بركي بترضى ترجع زهرة على الأصر يعني بنتي رفيفة صغيرة كتير يا أغا والله صغيرة كتير ليك بترجعك الله يخليك يا أغا حاول تحكي معنا شوف قعدك حاكي يا انت بس طلوب رشيد أكيد ست لورين رح توافق دغري الله يخلينا ياك فوق راسنا يا أغا ما يحرمنا منكم كلكم عن جد شكرا ولا حشارة مين انت اللي حتى تقلنا شو لازم نعملوا لك مين انت الزم حدودك رشيد واللي بنحكي بيتنفزه بدون أي اعتراض بيتنفزه بس راحت لتشوفها صار بالدمين يجيبها شو القصة؟ ايه صحيح معك حقمرت عمي وأنا كمان انشغل بالي راح شوف شو القصة بعرف انه تأخرنا عليك بالأكل شوي بس بتعرف أكلة الفطر بالدولة يمكن الأكل ما استول هلا ايه ايه شو اللي صاير هون وين بدون يكونوا راحون يفينوا بهيه ايه وين كل هلا نشغل بالنا عليكن نيفين شبك بنتي قليلي انت منيحة لشو الشك هيك نزل ضغطة شوي قام فتر راسك وبدون ما تحس وقعت الصحن من ايدي على الأرض اه هي علي يا عمري لأنه كل نهار وانتي واقفة عرشدكي وعم تشتغلي بكون لهيك تعبتي ايه صح هذا هو السبب على الأغلب انا رحاخد الأكل لعمك جمال وانتي كمان تعالي لحقيني انا بتأكد بستاكلي بترتاحي وبتصيري احسن شو القصة امي؟ هذا الفطر المسموم لمين كان؟ وقت رحت لجيبهم بالظاهر ما انتبهت منيح وبالغلط اختلط مع البقية ما في داعي التعب حالك بالتفكير امشي خلينا الروح بيكونوا عم يستنونا ريحته بتاخد العيل ايه صحتين وهنا الله يسلم اليدين اختي يونس اكيد لا حيعيش مهاك ولا هو كمان متل الامي بدا يصير نجمة بالسماء دكتور هلا اكيد رح يقدم كل العناية اللي بتلزموا ليونس لحطيطي رح يعيش ان شاء الله بس هنه ما قدروا يساعدوا امي كل الدكتور قالوا انه لح تعيش بس هي توفت يعطيك العافية تفضل من شوي جاب وشاب صغير متصاوب لهون اسمه يونس هو وين وهلا؟ بغرفة العمليات بس المرافقين اللي معوه بالطابق التاني وملاك خانهم بتلاقوه هونيك عم تتبرع بالدم للمريض شكرا موسيقى 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 الحقني خلينا نطلع له يلا فيه اخبار عن يونس عمي عزات لا بالعملية لسه بس رح يكون بخير ان شاء الله شو يا بنات جوانين ما هيك انا رايح لأ جيب لكم شي تاكلوا انا ما بدي اكل بس رفيف جواني انا ما بدي كمان لا بدكن تاكلوا ما بصير هيك وإلا ما بقى فيكن توقف عرج لكم انا رايح جيب شي ناكلوا وانا راجع بمرق بجيب ملك ماي كمان لا تتحركوا من هون حاضر يسلم هالإدين أنا صار لازم روح على المشفى علي هلأ عميستنى استناني أنا كمان بدي روح معك لهنيك جمال بدي اطمن علي علي وشوف إذا وضعه تمام نيفين شو رأيك تروحي معنا لهنيك الدكتور بيفحصك كيف شبهني فين لاش ما فيها شي مارت عمي تعرفي زم الرد متل عادتها بتكبر الموضوع كل القصة ندخلت شوي البنت المسكينة من الشوي وقعت الصحن من ايدها ونازل ضغطة قلت من خلي الدكتور يشوفها أحسن وليش ما حكيتي لهلأ بهاية يلا روحي مع مارت عمك على المستشفى يعني ما في لزوم ستي هلأ برتاح شوي بغرفتي وراح صير أحسن اطمني اي 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 اغا اسمعني انت ش هيتاخد رفيف ما هيك حذرت لا اغا بلها شوفها تلاقي المسكينة كيف حاضنة اختها ومها مستركة بتقطع القلب اختاي حرام لا تاخدها معاك اغا الله يخليك خلص اغا عمالي لبداك ياه زهرة انا بدي فوت على الحمام يمكن الحمام بهداك المماريا الي هوني اكتعي لاخدك يلا يلا كيف صرت احسن بس ايدي عم تجعني شوي الممرضة ضلت تقريبا ربع ساعة وهي عم تدور على الوريد زهرة ورفيف شو عم يعملوه تركتهم فوق انا رايح اجيب شي مشان ناكل كل اياتنا بدك تاكلي لازم مو قدراني هلا اكل شي لساتني عم دوخ ومشغول بالي كتير على يونيس كمان كلنا هيك ملاك بس لازم تاكلي اي شي هلا اسحبوا منك دم لهيك انت لازم تضلي كوي مشان نكفي اللي عم نعم ماشي مم زهرة بابا لس ما بيحبني انا مو بنته تركني متل ما تركك لايلك هو ما بتضياني حبيبتي بابا بيحبك وتركك لانه انجبر ما له زمد صدق اني رفيف ما في اب بالدنيا كله بيرضى يتخلى عن ابنه شو ما صار اهو اكيد ما بيتمنى يبعد عني بس احيانا ظروف الواحد بتكون اقوى منه يلا تعالي الدكتور قال انه رغبة علي للعلاج كتير قوية ويمكن بفترة قصيرة يرجع يمشى شفت هالشي بعيوني ياريت لو بقدر اعرف اخبار عزت كمان عزت ما بنخاف علي شو رأيك؟ نروح نعود بشي مكان ونغير جو شوي منروح؟ شو رأيك علي؟ اي؟ طيب رفيف؟ شفتي هلأ بنت صغيرة عمرة بعدود الست سنين؟ يا الله رفيف؟ شفتي شي بنت بطريقك صغيرة هيا بهذا الطول تقريباً نحيفة شوي ولابسة عليها جاكيت لونه أزرق ما بذكر شفتها يا الله رفيف لوين رحتي انتي؟ تركني تركني يا مقلكي تركني تركني لايضاً لوين اخدي اني انتو؟ افتني خرسي وخليكي يعالي رفيف يلا تخلص اتركني طلعي فيني يا بتسمعي الكلام وبتكوني عالي وبتروحي معي عالبيت يا أم اراحق لك انتي واختك يلا لكي تكنيك تكنيك لكي أغا بابا يا زيني ترجمة نانسي قنقر